اثمر تعاون ثنائي الذي جمع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن البدء في تطبيق نظام إلكتروني وإحصائي متطور لتسهيل إجراءات المحاكم بالشكل الذي يضمن سهولة وسرعة السير والبت في الدعاوى القضائية المتنوعة وصولا إلى حسمها جاء ذلك خلال لقاء ترأسه معالي الشيخ خالد بن عليها الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحضور المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وعدد من أعضاء المجلس وعضاء التفتيش القضائي وثلة من القضاء إضافة إلى المدرأ ومسؤولين في الوزارة ولفت معالي الشيخ خالد بن علي إلى ما تنتهجه الوزارة وبمساعدة من المجلس الأعلى للقضاء في مواكبة أحدث التطورات العالمية التي قد تطال مجال تقديم الخدمات العدلية على اختلاف أنواعها للمستفيدين منها مشيرا إلى أن التعاون بين الجهات الرسمية أثمر عن مضاء العديد من الإنجازات على صعيد الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسريع التواصل فيما بين أصحاب الدعاوة التي كان آخرها تفعيل نظام المحضر الإلكتروني هذه فرصة لكي نعكس قناعة حقيقية داخل سلطة قضائية طبعاً ولكن أيضاً في الأجهزة المساندة لها ومنها وزارة الحد كذلك الدعم غير المحدود الذي نلقاه من الحكومة الإلكترونية أن ثلاثتنا على خط واحد نريد تطوير الإجراءات المتعلقة بالتقاضي بالشكل الذي يتيح سرعة وكفاءة واختصار لمجهود الأطراف ومجهود السادق قضاء في الفصل في النزاعات لذلك بدأنا بمساندة كبيرة من المساعدة على القضاء في موضوع التنفيذ اليوم إجراءات التنفيذ كلها بما في ذلك استئناف قرارات قاضية التنفيذ تتم بشكل إلكتروني وأن الممكن الولوج لها عن طريق الإنترنت كذلك محاضر الجلسات جميعها في المحاكم المدنية والشرعية صارت إلكترونية وهذا يوفر كثير من الوقت والمجهود وعدد الموظفين حتى فيما يتعلق بهذه الأعمال واستطعنا بالفعل نحن نجد أن هناك نوع من التحرك الأسرع داخل المحاكم واليوم حقيقة هذه الخطوات التي تمت سبقت خطوات أخرى في التنفيذ اليوم نحن في إطار الجهاز التنفيذ ألغي أن كل العملية الورقية بتاتن وأصبح حتى الجلسات ألغيت وأصبح المتعامل مع التنفيذة تعامل من الجانب الإلكتروني طبعا الجانب الإلكتروني هي نقلة يجب أن تتم يعني قد ندأي بأن نحن تأخرنا شوي لكن هي خلاص بدأت وبدأت بالتنفيذ من حيث المحاكمة الابتدائية والاستئناف والقيادة العملية الورقية واليوم طبعا سنزيد خطوة أخرى من حيث التبليغ الفيزيال الرسمية من حيث التبليغ المحامين من حيث التبليغ الخبراء ترجمة نانسي قنقر